ازايكو احلى متابعين? اخباركو عاملين ايه? قبل ما نبدأ الفيديو تستركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. قصتنا النهاردة هتتكلم عن اختيار صعب. ازايكم? عاوز اقول لكم ان دي مش قصتي. ده قصة موريدي اسمه اليكس. بيتعلق عندنا في المستشفى. وهو اللي طلب مني حكيها لكم. عشان يرتاح نفسيا شوية. في البداية ما كنتش مسدق قصته. لكن كمية التفاصيل الدقاقة اللي هو وصفها ليا. الرحب والهلع اللي شفتهم في عينيه. وهو بيحكي تقرير الشرطة. والاسعاف اللي لو قبل ما يجيبه هنا كلها حاجات خلتنا سدقوا. للاسف مش قادر اوديكم تقرير النجدة. اللي مكتوب عن حالته. عشان دي تقرير سرية. ومش من حقكم كعمة تطرق عليها. انا انا اسف. ازايكم? انا اليكس. انا اتولادتي في ولاية اندانية. في منطقة ريفية. منها عشت حياة طبيعية وعادية مع بابا وماما. ومع اخواتي اللي كان عددهم كبير. كعدد معظم الاسر الريفية. انا كنت الاخ الكبير. فلما بابا وماما ماتوا. وسبوه لي اخواتي عشان ارعاهم. كان الحمل ده كبير علي. كان عندي تقريبا 18 سنة. وازاي ما انتم معارفين. ان ده سن المراهقة. وسن العناد. مش اعاوز اربي اخواتي. ومش عايزة بقى مزارع. ان لي احلام تانية محتاجة حققها. عشان كاسبت المدينة كلها ومشيت. رحت عندانية. وانضمت للبوليس. وبقيت راجل مطافي. ده كان حلم حياتي. كنت بحب شغل براهما اخترته. بحب زمالي. قابلت بنت لطيفة. وحبنا بعض فترة. وانتهى الموضوع بالجواز. كنت عيش حياة كاملة. ولما اعتقدت ان وصلت لأكسى درجات السعادة. هي لين مراتي فجئتني بأحلى حاجة حصلت في حياتي. هي لين كانت حامل. وبنت. كنت اسعت راجل في الدنيا. وبايت اسعت لما انا الصغيرة نورت الدنيا ووصلت بالسلامة. عمري ما حبيت حد زي ما حبيت انا. لكن كل حاجة تغيرت بعد ولدت انا بسنتين تقريبا. كانت ليلة راس السنة. الورديات في الليلة دي كانت قليلة قوي. جاءنا بلغة عن امارة فيها مجموعة مكاتب اعمال مكونة من خمس دوار بتتحرق. جوة العمارة فيه شخص واحد بس مقدرش يخرج من الحريق. مغمع عليه ومحاصر بالنيران. ولازم نخرجه قبل ما نطف النار. عادة بندخل كل اتنين مع بعض عشان نقدر نتحرك بسهولة. ازا حامسة النيران حاجة مش حلوة ابدا. دخلت انا واعز اصدقائي مايك. عرفنا ان الضحية في الدور التاني. وعرفنا كمال ان الحريق مش متوسط. ان يرم توحشة. وبتيت نشر بسرعة. الدخان كان منتشر لدرجة اننا ما كناش شايفين حاجة. لما دخلنا العمارة كانت النار لسه ما وصلتش للدور التالي تقريبا. بمجرد دخلنا اكتشفنا ان ما فيش اي مخرج. لو انكزنا الراجل ما فيش غر الشباك الدور الخامس. شوفنا الضحية مغمع عليها على الارض. في الدور التاني. النار قوية جدا. والارض بتسخن تحت رجلينا. البخار والدخان حاجبين الرؤية تماما. مسكت الراجل من الناحية وما يجمسكه من الناحية التانية. وبدلا ان اطلع السلم بصعوبة. ما كان مش شايف من الدخان. فمشي على حتة من الارضيات ضعيفة. اللي النار اضعفتها جدا. وقبل ما لحق انابهو. كان بيع من الدور الرابع. مسكت يده بسرعة. الضحية كان بيع مني هو كمان. واضطرية تمسكه هو كمان. اللي اتنين كانوا واقعين في حفرة نار ضخمة. لو لا انا نايم على الارض ومسك كل واحد بيد. وازدهم كانت يلع عليا. وعرفت اني لازم اضحب واحد فيهم. وقال لي هموك كلنا. اخدت القرار بسرعة. بصيت لي مايك بسرعة. يعنيه كانت مدمعة من الخوف. وهو بيصرخ برعب. ساعدني. قلت له بتردد. مايك. انا اسف. انا مضطرة سيب. مايك بصر الضحية هو بيقول مش مش كلا. هو بنسبة كبيرة مات من الدخان. سيبه. وقبل ما يخلص جملته كنت سايب ايده. سبتي ايد مايك. وشوفته بيع في حفرة النار. وعلى وشه. اشنع علامات الرهب والاحساس بالغادر. اللي ممكن تتخيلوه. شيلت الضحية بسرعة. واطلعت الدول الخامس. كان لازم اتصرف. والامديدات ما وصلتش. شيلت الضحية على ظهر ونطيت من الدول الخامس. جسمي كان بين الضحية وبين الارض. وكانت النتيجة اصابته بشوية كدمات. وانا اصبت بالشلل تام. في جسمه كل. وانا في المستشفى عرفت انهم ينقزوا برغم سوق حالته. وانهم معي هنا في نفس المستشفى. كان رفض يتكلم مع حد ابدا. وما حكاش لحد اللي حصل في العمارة. قسم المطاف يستغن عني وعنده بطريقة مهينة. العضلات الوحيدة اللي كانت بتتحرك في جسم المشلول. هي عضلات وشي. اللي كنت باستخدمها عشان ابتسم كل مرة كنت باشوف فيها انا. لما خرجت من المستشفى. هيلين كانت بتفزل مجود خرافي. في رعاية زوج مشلول. شلل رباعي. وطفلة صغيرة عندها سنتين. والشغل من البيت عشان تقدر تصرف علينا. حاولت اكون زوج على قد معدر. لكن شلالي كان بيمنعنا حتى من انها قدر اراعي بنتنا. بعد السنة كنا كلنا بدأنا نتاقلم على الوضع الجديد. في يوم الساعة واحدة بعد نص الليل. صحينا على صوت ازاس بيكسر. بصيت لي هيريم وشفت الرعبة في عينيها. حسيت بساعتها بالعجز. انا المفروض اكون الراجل. انا المفروض احميها. سمعنا صوت خطوات رجلين تيالة بتعدي من قدام قدتنا. متاجة ناحية قدت بنتنا انا. وقبل ما نتحرك باب قدتنا تفتح بكوة. على الباب كان وايف مايك. الشاي لانا من شعرها. وهي بتصرخ بانا وخوف. والشوكة مشوهة من النار. هي لين قامت تجري. تحاول تدفع عن بنتنا. عن نفسها وعني. ضربها. وقعت على الارض بصيلة بغضب وقال. انت مشلول. مش هتحس باي قلم جسدي. بس العدل بيقول انك لازم تتعذب. عشان كده انا عرفتها عزبك ازاي. انت ضحيت بيا. ضحيت بها عزب اصدقائك. ضحيت بها اخويتنا عشان شخص ما تعرفوش. قلتول بضعف. مايك. سوهم يخرجوا من البيت. انا قدامك هوقتين انا. ابتسم بسخرية وطلع سكينهم مشاعة على خد انا. كان حاسس بخوفي. كان حاسس بعجزي. كان حاسس بضعفي. ساعتين. ساعتين وانا سموه بيعزبهم. ساعتين وانا سموه بنتين مني. ساعتين سمع الامهم. وصرخهم واهتهم. مش قادر اعمل اي حاجة. غير ان عاية. واتوسل الى عشان يسيبهم. احساس العجز. احساس وحش جدا. صليت ودعيت لربانا انه وقتين بعد ما يخلص. شال جساسهم بعد ما ماته وحطوهم جنب على السرير. بصلي بسخرية وبتسم بتشفي. وسابني ومشي. بيتنا كان في حتة بعيدة شوية عن الناس. ملناش غرجار واحد كان بيضع جزة الاسبوع برا البلد. اكيد ما يتكمل عبنا. وعارف ده كويس. ايام طويلة قضيتها باعيات وبزرخ بدون اي عمل. جسة هيلين وجسة انا قدام عين طول الوقت. بدأت راحتهم تتغير. الجسس بدأت تتحلل. لونهم بقى ازرق. الدبان والدود بدأت يظهر عليهم. عيات كتير. ريحة البرز والبول. القيء وراحة الموت. كانوا مسيطرين على المكان. كنت بتنفس وانا فتح فمي عشان اتغلب على الريحة. كنت عطشان لدرجة مستحيل حد يتخيلها. الجوع سهل يتسيطر عليه. العطش هو المشكلة. جري لما رجع وشافي شبك مكسور وشام الريحة. بلغ النجدة. تسعمائة وحداشر. اللجوم بسرعة. عشانك تشوف ان بين الحي والموت. بعاني من حال الجفاف حد. وسوء تغذية. انا عاوز اموت. انا عاوز اشوف هلين وانا مرة تانية. قصوة الانسان. سعب بتكون مخيفة. مايك قرر ينتقل منه في ان يعز بنته مرته لحد الموت. قالك سعيش حتى الان. وبيتعالج نفسيا. بسبب اللي شافه. مايك اختفت تماما بدون اي اثر. وما زالت محاولات البحث عنه والابضع ليه مستمرة. لما سأله الى ساب مايك وانكذ الراجل. قال ان القسم بتاعهم بينص على انهم يحموا اي حد ما يقدرش يحمي نفسه. الراجل كان مغمى عليه. وغير قادر على حماية نفسه. بينما مايك كان لبس بلدة حريق. ومعان بود اكسوجين. وماسك. وقدر فعلا انه ينجو. حتى لو بعد ما تعزف النار شوية. فكده الكس نفس القسم بطريقة صحيحة. وبرغم كل الاصابات اللي انه تصرف الكس انكذ حياته الضحية. وحياته رغم الشلل. وبكده يا احلام. تابعين تكون قصيتنا خلصة النهاردة. ياريتوا القصة بكل اعجابتكم. ياريت تشتركوا في القناة في على زر القرص عشان يصال لكم كل جديد.